سوف نقوم الآن بشرح شاشة صيانة الفروع في برنامج المحاسب الأول يتم الدخول إليه من قائمة تحكم صيانة الفروع نستطيع من هذه الشاشة أن نقوم بفتح أكثر من فرع لهذه الشركة نستطيع أن نفتح أكثر من 999 فرع في برنامج المحاسب الأول فقط من أجل أن نفتح فرع جديد نقوم بالضغط على زر الإضافة ثم نقوم بكتابة الرقم الفرع الجديد مثلا ثلاثة ثم نقوم بإدخال البيانات شركة مثلا العلياء للتجارة العامة نقوم بإدخال باللغة الإنجليزية مثلا مثلا العنوان مثلا صنعاء شارع مثلا حدة العنوان أجل رقم التلافون مثلا رقم الفاكس إن وجد صندوق البريد ثم إذا أردنا أن أن نقوم بكتابة التواقع التي شفت تظهر في التقاريك وشفت نقوم بكتابة توقع مثلا المدير العام المدير المالي مثلا رئيس الحسابات ثم نقوم بعملية الحفظ سوف تظهر هذه المعلومات عند طباعة التقارير في أعلى الشاشة في أعلى التقرير في الترويس العليا للتقرير طيب إذا خرجنا ودخلنا مرة ثانية إلى صلي Us إذا أردنا أن نقوم بتعديل بعض البيانات فقط نقوم بالضغط على زر البحث ثم نقوم مثلا بالضغط على الشركة التي نريد أن نقوم بعملية التعديل فيها ثم نقوم بالضغط على زر التعديل ونقوم بتعديل البيانات كيفما نشاء فقط نعدل الكلمة التي نريد أن نقوم بإلغائها مثلا وتعديلها ثم نقوم بعمليات الحفظ مرة أخرى شكرا